المفهوض أحسد نفسي عليكم أنه قاعد تتكلم ثلاث ساعات حلو أنه في ناس تسمع لك ثلاث ساعات ممكن يروح وتضلك لحانة يقول لك يا تعبنا ملينا عنا ما بدنا معناها العالم حتى لوصل كلمته أو بألف كتاب ونشره الفضل له ثم للقرأة اللي قرأوا الكتاب هذا وسهل يكون عندهم فضل صحيح الناس اللي سمعوا كلامك هذا واعتبروه كذا لهم فضل فلابد أن تدعو لهم وأن تستجعل وتشعل نفسك أي فضلهم ومنتهم صح ولا في حكمة مزدوجة حكمة مزدوجة تقول بتعبيري هذا من عندي إذا عملت خيرا اعمله لله ولا تنتظر شكرا من الناس بالعكس ينبغي أن تكره أن تشكر على هذا وإذا عمل لك خير احرز جدا على أن تذكره وتشكره وإياك أن تكتمه فتكفره الله شوف المفرقات وطلق الإيمان يجمع المفرقات الإيمان الجمال كله يعني من جهة إذا أنا عملت خير في واحد ممنوع أذكره ممنوع وممنوع أني أحب أنه يشكرني ويقول لي حتى بارك الله ما بديش أكره هذا بدي الله بس يوفرني الشكر الله يقول لي أنا شكرتك يا عبدي بدي شكر الله بشكر العباد بس أنا نفسي إذا واحد عمل لخير إياي وحذاري ثم حذاري أن أكتم ما فعل بل يجب أن أذكر ما فعل وأقول فلان له فضل علي فلان أعطاني كذا كذا فلان أقرضني كذا كذا من مالي فلان جزاه الله خيرا الله هذا المؤمن شخصية من أرع ما يكون ما بحب أن يشكر ويأبى إلا أن يشكر لا يحب إيه أن يشكر ويأبى إلا أن يشكر من وين جبنا هالطبخة العجيبة هذه من الدين قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند والإمام أبو داود في سننه على ما أذكر إن شاء الله هذا التخريج فينا صغيرهم برضو والإمام المخارف الأدب المفرد وليس في الصحيح من حديث أبي هريرة رضوان الله عليه قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس من لا يشكر الناس خطيرة سنرى ليش وهذا الحديث أخرجه الإمام التلمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذن هو نفس الحديث ليس حديث آخر أخرجه بس بلفظ من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله وأخرج حديثا آخر هذا الحديث آخر يصبح أخرج الإمام الطبراني حديثا آخر عن الأشعف أشعف بن قيس أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام قال إن من أشكر الناس لله أشكرهم للناس أشكر الناس لأ الله أكثرهم شكرا أشكرهم للناس فهمنا الحديث هذا كلها عجيب نريد أن نفهمها ما معناها الحديث هذا نريد أن نتفقه فيها قال الإمام قال الإمام الخطابي حمد أسمه حمد ليس أحمد حمد أه الخطابي رحمة الله أعلي الشافعي إمام فقيش جليل ومحدد كبير وعنده شرح على سنن أبي داود من أمتع وأجبل في شبابي أخرت في شبابي في العشرين أو كذا ما شاء الله اسمه معالم السنن على أبي داود قرأته في طبعة واحدة مع شرح ابن القيم الجزيع أيضا تعليقاته على المعالم على أبي داود من الرحم رحمة الله على جميع أمتنا وعلى فكرة من الشكر والكفر شكر أمتنا وعلمائنا وأسيادنا وما شاء الله على الكفر الذي صار إليه شبابنا ورجالنا في هذا العصر ما خلوا إمام وما خلوا عالم خلوا رجل له فضع هذه الأمة إلا انتقدوه وهجنوه وصغروا منه وهم الصغار الحقراء لأنه ما في إنسان يكفر فضل سلفه وفضل علماء الأمة وإمتها إلا إنسان وهو حقير مزري عليه في الدين والعلم والأخلاق فنعوذ بالله من هذه الأخلاق رضي الله على أمتنا جميعا وأرضا وجزاهم عننا جزاء شاكر ما قال لنا الخطابي قال وهذا الحديث يحتمل وجهين من التأويل يعني يمكن أن يفهم بهذه الطريقة ويمكن أن يفهم بطريقة ثانية الطريقة الأولى يقول أيام الخطابي أن من كان عادته وطبعه عدم شكر من أنعم إليه من الناس لا يشكر فمن عادته وطبعه أن لا يشكر نعمة الله عليه وهذا نحن نفهمينه صح؟ هذا نحن نفهمينه إذا ما بتشكر الناس أكيد ما بتشكر الله كمان ستقول لا في معاة ثانية كنت فاهمه طريقة ثانية صح؟ هل وجه الثاني أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل ولا يعد عبده شاكرا على النعمة إن كفر ماذا؟ إن كفر نعمة الناس فيها فالله يعتبره كمان إنك كفرت نعمتي أنا كمان فكأنه في طول شكر المنعم لا إله إلا هو يأتي شكر ماذا؟ الواسطة من البشر والذي لا يشكر البشر بالحري هو كافر بنعمة رب البشر لا إله إلا هو خطيرة معناها يعتبر عند الله شكر أو كفور كفور الله ليش أنا بحكي الكلام هذا؟ مهم هذا وهذا بده خط الحال كمان لأن بعض الناس يصور لهم لؤم طبعهم وخبث نفوسهم أنني كعبد يمحض الله الشكر والثناء والحمد والمجد أنا لا أشكر إلا الله نعم والله ما شاء الله حديك إذا كنت كذلك أيها العارف الكبير الخطير فبالله لا تقبل نعمة من أحد يعني مجلس عمزة هذا؟ قل منه لا تعلموه لأنه مدام قاعدت وتعلمت صار للمعلم فضل عليك شئت أم أبيت وقال لك من علمي حرفاً كنت له عبداً عبداً شئت أم أبيت أنت خلاص تعترف بفضل أستاذك ومعلمك وتلهج به لا تسرق العلم وتأخذه وتنسبه لنفسك وممكن بعدين تقع في عرض من علمك الخير وتنال منهم ما شاء الله عليك نفس الشيء في الماديات لا 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 تأخذ من واحد أي نعمة ستقول لي أنه مستحيل طبعاً مستحيل تعرف لي؟ أنه عشان تتوظف أنت في شركة الذي يوظفك أنعم عليك تتوظف في أي عمل أو تعمل في أي عمل الذي قبلك عنده أنعم عليك يا أخي الناس للناس من بدو ومن حاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا عملي حالك إيش أنت عملي حالك إله كل النبي نفسه قال وأنا علي جمع الحطب يا رجل انسى النبي صلوات ربي هذا سيد الشاكرين نحن بننظر به بس نتعلم منه قدوتنا سيد الشاكرين في حديث الكسوف حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين الحديث الطويل الجميل في الصحيحين لما النبي صل بهم وبعدين تقدم ثم كعه فتراجع ومد يده وكذا ما فهموش رأيناك فعلت فعلا في الصلاة اليوم كسوفة هذه لم تفعل مثله من قبل قال نعم لقد مثلي أو عرض لي في عرض هذا الحائط الجنة وشاف الجنة والنار طبعا في عرض الحائط شاف الجنة قالوا فلم أرى كالخير والشر كاليوم شوفت الجنة وشوفت النار قال لهم لا إله إلا الله تكشف شوف أنه الروح الطائحة العجيبة هذه كشف الحجاب عنه وشاف الجنة ولما شاف الجنة قال فرأيت عنقود عنقود عنب فتقدمت إليه لأناله فلو أصبته وأكلتم منه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا لن يفنع لا إله إلا الله والنبي بده الخير إلنا ليس إله قال لك عنقود عنب من الجنة دخلينه جيبه لو جبته تشبع منه أمتي من ضل توكي من الأمة إلا بس حاشا إلا لو الله عمل هيك بترتفع حكمة الإبتلاء والإمان بالغيب صحيح؟ خلص بصير الغيب كانوا شهادة ربنا لم يسمح ذي هذا لكن النبي حرص منه على أمته قال فلما تقدمت لأناله تراجع راحت تباعد عني فتكعكعت وأذي كمان رجعت مش مأدون إلي ثم نوديت لا إله إلا الله الغيب ندا أسلمت وأسلموا وآمنت وآمنوا وهاجرت وهاجر وجاهدت وجاهدوا حتى لم أرى لنفسي فضلا على أحدكم إلا بمهوها يا الله يا رسول الله ما أجملك قالوا مش أنا تفكروني بس أنا نبي ورسول أنتم شاغ الكبيرك كنتم خير أمة الله جميع الله هنيئ لهم أصحاب الرسول الرضوع الله عليهم هنيئ لهم يأتيك الشيء يقولك والمنافقين أقول لهم نحن نحن عن المنافقين الله يهديك نحك عن أصحاب الرسول الله الصادقين مش عن المنافقين المنافقين القرآن من ذمهم ولعنهم تجاهد الفلسف علينا يعني طبعا استثن المنافقين ورضي الله عن أصحاب الرسول الله وأرضاهم أجمعين على ما كان منهم يا حبيبي هو مش أنبياء غلط بغلط طبيعة ويش يعني بس هذا خير جيل وخير أمة القرآن بقول لك من أن عدعى رب العالمين حمالت فلسف لا كل حال شوف الرسول طواض علوين يعني شاف أنه الفضل في أن ضرب الإسلام بجرانه وأن رسخ وحز ونصر وغفر ليس لوحده له ولا أصحاب قالوا إذا إلي فضل فهو ليس من شطارتي ولا من مكاسبي بل هو من مواهب ربي لي وهبى لي حكما أعطاني نبوة ليس مني أما المكاسب أنتم شركاء فيها أسلمت آمنت هاجرت جاهدت ما شاء الله عليكم رضو الله علينا اللهم شفعهم فينا وأحشورنا معهم في زمرتين أصحاب رسول الله خير هذه الأمة بعد نبيها ما عجيب جميل شوف التواضع وين كذلك العالم الفاضل العالم ربي الناجح لا يرى نفسه أنه هو شاطر يعني أنا الآن مثلا المفهود أحسد نفسي عليكم أنه قاعد تتكلم ثلاث ساعات حلو أنه في ناس تسمع لك ثلاث ساعات ممكن يروح وتضلك لحانة يقول لك أتعبنا ما لينا ما بدنا ما بدنا معناها العالم حتى لو بوصل كلمته أو بألف كتاب وبنشره الفضل له ثم للقراءة اللي قرأوا الكتاب هذا يستهلكوا عندهم فضل صحيح الناس اللي سمعوا كلامك هذا واعتبروه كذا لهم فضل فلابد أن تدعو لهم وأن تستشعر وتشعر نفسك أي فضلهم ومنتهم صح ولا هذا التواضع هذه الحقيقة وهي الحقيقة هيك ولا من الصحية وإلا لو الناس ضيعوا ولم يسمعوا لك ولم يرغبوا في الاستماع ولا في الخراءة أنت بضياء فتصبح عالما كجهل ولا من الصحية لا ينتفع بعلمك ولا كأنك قلت ولا كأنهم سمعوا فلازم نتعلم هذا التواضع هنا واضح؟